بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أبناء طلاب الصف الخامس ابتدائي في درس جديد ومهارة جديدة في مادة التربية المدنية معي أنا الأستاذ ماجد الحميدان درسنا لهذا اليوم سنبدأ فيه وحدة جديدة اللي هي ألعاب القوى سنبدأ بالبدء المنخفض والعدو الصحيح البعض سيعرف الدروس من مسمياتها ولكن محن الطبق له إن شاء الله تعرفونها أكثر في الدرس لكن دائما نذكر بالمتطلبات وعلى السريع نتجنب السهر وننام مبكرا ليلا نتناول ثلاث وجبات صحية وتكون في المنزل أيضا لبس اللبس الرياضي المناسب لإعداء الأنشطة الرياضية أيضا الوقوف في المكان المناسب لممارسة الأنشطة الرياضية ولما نقول مناسب يكون آمن من حيث التهوية ما فيه أتربة أو غبار أيضا يكون ما فيه عوائق تتسبب لنا بإصابات لا سمح الله أخيرا شرب كميات كافية من المياه لا تنتظر أن تعطش حتى تشرب الماء اشرب الماء طوال يومك لأنه سينعكس على صحتك بإذن الله خصوصا قبل وأثناء وبعد ممارسة النشاط البدني ليه؟ حتى نعوض السوائل يفقدها الجسم من التعرق أثناء ممارسة النشاط البدني عرفنا المتطلبات؟ الفوائد كثيرة لو قلت لكل طالب اذكر لي فائدة ما رح ننته من فوائد ممارسة النشاط الرياضي أكيد أنها تحسن لياقتك وتكلمنا في الدرس الماضي عن اللياقة القلبية التنفسية وربطناها بكثير من عناصر اللياقة أنها تحسن لياقتك القلبية التنفسية أيضا تحسن صحة عقلك ومزاجك تظهر شكل جسمك بشكل جميل ومتناسق تقيك بإذن الله من أمراض عدة مثل السمنة والسكري وتخليك قادر على ممارسة جميع أعمالك اليومية خصوصا الرياضية عرفنا المتطلبات وعرفنا الفوائد جاهزين يا أبطال ننتقل للإحماء مع بعض أول تمرين جري خفيف في المكان مثل ما احنا شايفين في الفيديو جري خفيف في المكان جاهزين يا أبطال مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية يا أبطال نريح شوي ثمن عيد تكرار نفس التمرين ولكن نزيد السرعة قليلا جاهزين يا أبطال مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية يا أبطال ننتقل للتمرين الثاني تبادل فتح القدمين والقدمين فقط اليدين في المنتصف تبادل فتح القدمين عرضا تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر أبطال يعطيكم العافية أبطال نكرر نفس التمرين وبدون توقف الآن قدمين في المنتصف اليدين في المنتصف تبادل فتح القدمين عرضا تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر أبطال يعطيكم العافية أبطال تعمت أن نستمر بأداء التمرين حتى نقيس نبضات القلب كيف انتقلت من فترة الراحة لأداء تمارين أو أربع تمارين متتارية الآن نبض القلب ارتفع نحتاج أن نسوي عملية ذكروني باسم العملية أبطال أبطال عملية الشهيق والزفير طيب وش طريقة عملية الشهيق والزفير أخذ الشهيق اللي هو الهواء من ثم نخرج بكل هدوء من الفم يعني نسحب الهواء من الآن بكل هدوء نخرج بكل هدوء من الفم بالشكل هذا مع بعض العملية هذه تخلي نبضات القلب أقل قليلا ونستطيع الاستمرار في ممارسة الأنشطة التمرين الثالث يا أبطال ثاني جدو عن ناحية لي صار عدتين والناحية لي مين عدتين جاهزين مع بعض تمارين جماعة ابتدي واحد نين ثلاث أربع يسار نين يمين أربع واحد نين ثلاث أربع يسار نين يمين أربع واحد نين ثلاث أربع يسار نين يمين أربع آخر مرة جماعة قف كذا نكون انتهينا من ثلاث تمارين قبل أن ندخل على التمرين الأخير كرر عملية شهيق الزفير مرتين إلى ثلاث مرات يا أبطال مع بعض من مرتين إلى ثلاث مرات التمرين الأخير سكوات دائما نذكر ونشوف الفيديو زين قبل أن أدي التمرين يكون بفتح القدمين ما تكون مفتوحة بشكل كبير ولا تكون مغلقة تماما تكون مفتوحة بالتساع الكتفين ومساعة قليلا اليدين أمام مقدمة الجسم لحفظ التوازن النزول بشكل مستقيم والصعود بشكل مستقيم بشرط أن لا نثني الجدع للأمام حتى ما نتسبب لأنفسنا بإصابات في أسفل الظهر جاهزيني يا أبطال؟ مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يعطيكم العافية يا أبطال نعيد تكرار نفس التمرين بس نريح شوين حاول نحرك قدامنا بالمكان أو نجري خفيف في المكان ثم نعيد تكرار نفس التمرين نفتح القدمين بالتساع الكتفين أو أوسع قليلا اليدين أمام مقدمة الجسم لحفظ التوازن النزول بشكل مستقيم والصعود بشكل مستقيم ما ننسى نزول بشكل مستقيم ولا نثنين جذع للأمام حتى ما نشعر بتعب أو إصابة في أسفل الظهر جاهزيني أبطال؟ مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر قف يعطيكم العافية أبطال تهينا من الإحماء الآن ننتقل إلى الإطارات ودائما التمرين الأول لعضلة الفخط الخلفية النزول على قدم واحدة حتى تشعر بالعضلة الفخط الخلفية عشان نشعر بها بشكل صحيح نحاول الوصول لأقصى مدى نسحب يدين أو نحاول الوصول بيديننا إلى أقصى مدى نستطيع الوصول له بشرط أن لا نثني الركبتين جاهزين يا أبطال؟ نبدأ بالقدم اليوم أنا مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر القدم الأخرى يا أبطال القدم الأخرى واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر أبطال يعطيكم العافية الآن لعضلة الفخط الأمامية ودائما نذكر عند أداء تمرين عضلة الفخط الأمامية اللي هو التمرين اللي ظهر معنا بالصورة نتكع على الجدار وعلى الجسم ثابت نستفيد من التمرين الأقصى فائدة حتى ما نفقد التوازن ونسقط جاهزيني أبطال مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر القدم الأخرى يا أبطال قدم الأخرى واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية أبطال الآن ننتقل للجزء العلوي وأول تمرين معنا دائما للعضلة الخلفية هنا أو try نفرد يدنا بشكل كامل نعيدها خلف بشكل كامل ندفع الكوع باليد الأخرى ولكن ليس بالشكل هذا لا تكون اليد من الخلف يعني بالشكل هذا نفرد اليد نعيدها للخلف بالشكل هذا أيضا ندفع الكوع من الخلف خلف الرأس حتى نشعر بالعضلة الخلفية هنا جاهزيني أبطال؟ مع بعض تمرين جماعة يبتدي واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر اليد الأخرى يا أبطال اليد الأخرى واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية يا أبطال آخر تمرين للعضلة الجانبية عن طريق سحب اليد اليمين إلى اليسار باليد اليسرى حتى تشعر بالعضلة الجانبية هنا واليد اليسار إلى اليمين باليد اليمنى حتى تشعر أيضا بالعضلة الجانبية جاهزيني أبطال؟ مع بعض تمرين جماعة يبتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر اليد الأخرى يا أبطال يد الأخرى واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية أبطال انتهينا من الإحماء ودائما نذكر مارس الرياضة باستمرار أيضا كبر أداء أي تمريم مرتفع الشدة لازم نبدأ بالإحماء حتى ما نتعرض للإصابات العضلة تكون في فزرة خمول ننقلها بالإحماء مهدها إلى المجهود الرياضي مرتفع الشدة يعطيكم العافية أبطال خلونا نستذكر مع بعض وشخصنا في الدرس الماضي تكلمنا عن عنصر مهم من عناصر الياق البدنية اللي هو السرعة السرعة هي سرعة الإنقباضات العضلية عند أداء حرك معين وتتضح في كثير من الرياضات كالعدو وسباحة المسافات القصيرة كذلك في الرياضات الجماعية ككرة القدم والسلة واليد وغيرها تنميتها تتم بتدريبات السرعة المختلفة مثل العدو لمسافة 30 و 40 و 50 متر معناتها أنه علشان أنمي عنصر السرعة يا أبطال لازم أني دائما أحاول أسوي اختبارات النفسي أني كيف أستطيع قطع مسافة 50 متر بكم ثانية ثم إذا استطعت كسر الرقم اللي أنا حققته معناتها أنا كذا زاد عندي عنصر السرعة يعني أنا قطعت 50 متر في 10 ثواني غدا قطعت 50 متر في 9 ثواني معناتها أنا هنا زادت عندي أو زاد عندي عنصر السرعة لذلك أحاول أني أزيد من سرعتي أحاول أني أعرف الخطوات الصحيحة لأداء الجري بشكل صحيح واللي بناخذ اليوم اللي هو العدو الصحيح حتى أستطيع قطع المسافات بشكل سريع وفي أقل زمن ممكن أنواع السرعة كثيرة أو عفوا ثلاثة سرعة الانتقال اللي هي أقصى سرعة يقصد بها سرعة التحرك من مكان لآخر في أقصى زمن ممكن يعني نقطع مسافة في أقصى زمن ممكن سرعة الحركة وتكلمنا أنها تتمثل في انقباض عضلة أو مجموعة عضلية لأداء حركة معينة في أقل زمن ممكن والسرعة رد الفعل يقصد بها التحرك لأداء حركة نتيجة ظهور موقف أو مثير معين نلاحظها أن سرعة الانتقال مثل ما شرحناها ننتقل من مكان إلى مكان آخر بأقصى سرعة ممكن لو حطيت لكم خط نهاية وقلت يلا سباق من يصل أولا؟ أكيد كل واحد رح ينطلق بأقصى سرعة حتى يقطع السباق بأقل مسافة ويفوز بالسباق سرعة حركة مثل مثلا أنت عند تمرين الضغط سرعة انقباض عضلي يحدث في عضلة أو مجموعة عضلات بعدها يكون أداء التمرين بشكل سريع ولأكبر عدد من المرات هذا يسمى الانقباض العضلي سرعة رد الفعل نوصفها بمثالين لو قلنا رمينا عليك حاجة راح على طول تبعد عنها وهذه تسمى إيش؟ سرعة رد فعل لازم يتميز بها الرياضي أين كانت رياضته أحيانا نشوف مثلا بمنكم أكيد كثير يتابعون من برية كرة القدم بعض اللاعبين تصلى كرة مفاجئة يكون على طول عنده ردة فعل لاستقبالها بشكل صحيح لذلك إذا تميز اللاعب دائما أو الرياضي بردة فعل هذا يكسب ميزة يتميز فيها عن بقيات المنافسين وتكلمنا أن عنصر السرعة عنصر مهم من عناصر لياق البدنية وكيف نستطيع تنمية بأداء مسافات قصيرة مثل 30-50 متر ونقطعها في أقصى زمن ممكن وعرفنا الآن الثلاثة نواع السرعة وأتمنى أنه مو بس نعرفا نحاول تنميتها بشكل أكبر يعطيكم العافية يا أبطال خلونا نستعرض دروس الوحدة اللي راح نبدأ فيها إن شاء الله اليوم البدء المنخفض ورح نأخذ العدو الصحيح وفي وقت لاحق الوث بالعالي بالطريقة السردية والقوانين الحديثة التي تحكم المسابقة طيب البدء المنخفض يكون البدء المنخفض في سباقات المسافات القصيرة ويعتبر البداية والأساس للفوز بالسباق طيب علشان نشرح وشو البدء المنخفض البدء المنخفض يا شباب أنا عندي في ألعاب القوى أكثر من شكل عندي العدو اللي هي السباقات عندي الوث بالرمي لكن خلونا الآن في البدء المنخفض يكون في ألعاب العدو اللي هي السباقات السباقات عندي ثلاث سباقات قصيرة 100 و 200 و 400 متر وعندي متوسطة تبدأ من 800 إلى 1500 وعندي المسافات الطويلة اللي تبدأ بالكيلومترات من الثلاثة والخمسة وأكثر لذلك المسافات القصيرة دائما يكون فيها البدء منخفض عكس المتوسطة والطويلة يكون البدء فيها عالي البدء عالي يعني أبدأ كذا السباق لأن المسافة طويلة لكن البدء المنخفض نشوف اللاعب ينزل على الأرض يوجد مكعبات يقف عليها قدمينة لحظة سماع طلقة البداية أو صافرة البداية على طول ينطلق بأقصى سرعة وهو في الأرض يدينا في الأرض ورح نشرحها بشكل أكبر في الدرس طيب أداء البدء المنخفض تتم هذه الخبرة على ثلاث مراحل عندنا ثلاث مراحل أولا خذ مكانك يقولك الحكام وخذ مكانك يقوم الطالب بأخط وضع الجثو فترتكز القدمان خلف خط البدء مع ارتكاز إحدى الركبتين على الأرض يعني ركبة فقط على الأرض وبقاء الأخرى مرتفعة وتشير أصابع يدين باتجاه الجانبين بوضعه مع الأرض خلف خط البدء باتساع الصدر يعني بشكل بسيط نحن نكون واقفين خلف خط البداية يا أبطال مجرد ما يقولي الحكم خذ مكانك نتقدم وضع الجثو اللي هو الجلوس على الركبتين ولكن يكون على ركبة واحدة في النداء الأول احنا قلنا عندنا ثلاث نداءات الأول خذ مكانك إذا قالي خذ مكانك أنزل على الأرض من الوقوف أنتقل إلى وضع الجثو وضع الجثو اللي هو الجلوس على الركبتين نقعد على ركبة واحدة والثانية مرفوعة واليدين على الأرض تكون باتساع الصدر بالشكل اللي احنا شايفينه شايفيني الايدين تتجه للخارج ركبة على الارض وركبة مرتفعة وتكون خلف خط البداية كنت واقف قال الحاكم خذ مكانك انا على طول انزل على خط البداية ويكون من وضع الجثو اللي هو نزول على الركبتين النداء الثاني اللي هو استعد ترتفع ركبة الرجل المرتكز على الارض الرجل المرتكز على الارض نرفاحه بحيث تكون الزاوية بين الفخض والساق للرجل الامامية تسعين درجة تقريبا والرجل البعيدة تكون الزاوية مية وثلاثين درجة تقريبا وترتفع المقعد قليلا بحيث تكون اعلى من مستوى الكتفين والذراعان ممدودتان بالكامل مع المحافظة على وضع اليدين على الارض ويكون النظر متجه للأسفل دائما اول ما اكون واقف النداء الاول قلنا ايش خذ مكانك الثاني يكون استعد خلاص الاستعداد بعدها النداء الاخير له انطلق اكون ركبتي المثبت في الارض تكون بزاوية تسعين والركبة الثانية تكون مية وثلاثين مع الفخت والمقعدة تكون اعلى من مستوى الضارة والكتفين او مساوية لهما ولكن من الافضل انها تكون اعلى من مستوى الكتفين النظر يكون دائما الاسفل حتى انطلاقتي راح تكون على طول سريعة بعدها يتجه النظر للامام بعد الانطلاق نشوف مثال هنا تغيرت وضعية الجسم نشوف مقعدة مرتفعة عن الكتفين نشوف هنا قدم بزاوية تسعين وقدم بزاوية مية وثلاثين نشوف هنا زاوية تسعين لازم تشكلها القدمين مع بعض نشوف اليدين على الارض النظر يفترض يكون للاسفل طيب بعض القوانين البدء المنخفض يكون البدء المنخفض في سباقات المسافات القصيرة باستخدام المكعبات في مكعبات ارضية يقف عليها اللاعب تكون مكعبات بالشكل هذا تقريبا يقف عليها اللاعب حتى يدفع فيها قدمه وينطلق في السباق السباق اذا بدرت من المتنافس اي حركة بعد اخذ الوضع النهائي الكامل وقبل طلقة المسدس او جهاز البدء المعتمد فانها تعتبر محاولة خاطئة وبعض الانظمة الآن تقول ان محاولة خاطئة تبعدك من السباق وبعض السباقات لا يعطيك محاولة واحدة خاطئة الثانية تستبعد من السباق لذلك يفترض انك تكون حذر في مرحلة تخذ مكانك استعد ما في اي حركة تصدرها حتى تسمع نداء انطلق بعدها تنطلق وتفوز بالسباق اذا انطلقت قبلها تستبعد من السباق فتخيل نفسك تعد الى بطولة كاملة ثم تستبعد من البطولة بسبب خطأ انك انطلقت قبل جزء من الثاني من بقية المتنافسين لذلك دائما حاول انطبق القانون اكتسابنا المهارة لا يكفي دائما القانون مرتبط في المهارات اذا ما تعلمنا القانون لا نستفيد ابدا من مهارتنا ايا كانت درسنا الثاني العدو الصحيح دائما مرتبط في البدء سواء كان منخفضه عالي يعتبر المنافسات الاساسية في العاب القوة ويكون عبارة عن جري المسافات قصيرة ومتوسطة وطويلة وقلنا القصيرة دائما عبارة عن مئة ومئتين واربعمية المتوسطة تبدأ من ثمانمية الى الف وخمسمية الطويلة تبدأ بالكيلومترات من ثلاثة كيلو الى خمسة كيلو واكثر اداء الية العدو الصحيح يتكون عدو من ثلاث مراحل اولا الارتكاز تبدأ من الارتكاز على احدى الرجلين يقابله عمل عكسي للرجل الاخرى وفق الالية التالية الارتكاز الامام يكون فيها الجسم ملتكز على الرجل الامامية وتعتبر نهاية لمرجحة الرجل الخلفية ارتكاز الخلفية يكون عكسة يكون فيها الجسم ملتكز على الجهة الخلفية وتعتبر نهاية لمرحة رجحة الرجل الامامية بعدها مرحلة الطيران تبدأ مرحلة الطيران من بداية انتقال الرجل الخلفية الأمام ونهاية لمرجحة الرجل الأمامية ليس هناك فعالية حركية في لحظة الطيران حيث يكون الجسم في الهواء وواقعا تحت تأثير الجاذبية الأرضية تتكون الحركة التي تحدث خلال مرحلة الطيران من ثاني مفصل للركبة الخلفية بمقدار يتناسب مع مقدار قوة الدفع ثم هبوط الرجل الأمامية على الأرض نتيجة الارتخاء العضلات التي قامت بثاني ركبة الرجل الحرة كثير مني يقول والله أنا أعرف أتسابق وبفوز بالسباق السرعة لا تكفي لازم يكون عندك تكنيك معين حتى تفوز بالسباق إذا أنا أدعت أول شيء بدء المنخفض بشكل صحيح معناتها أنا سأطلق بشكل صحيح في السباقات القصيرة العدو بعدها لازم يكون بتناسق في الخطوة ما تكون خطوة اليمين أكثر من اليسار هذا يعتمد دائما على الجاذبية الأرضية أنك إيش تكون خطواتك متناسقة اليمين مع اليسار في مرحلة القدم اليمنى تأتي القدم اليسر الأمام ثم التبادل بالقدم اليمنى وهذه تسمى مرحلة تكلمنا عنها مرحلة الارتكاز هي عندما تضع القدم اليمنى للخطوة أمام تكون تقل الجسم على القدم الأمامية ثم تنتقل الجسم مجرد أني أفكر أني أنقل الخطوة للقدم الخلفية إلى الأمام ينتقل ثق الجسم اليسار إلى الأمام طبعا أنا ما أفكر في السباق أقول لا الآن أنقل ثقل جسمي هنا ثم لا تكون بتناسق خطواتك إذا أنا عرفت أنسق خطواتي على طول مع الجاذبية العضية رح تكون طول خطوتك وحده ورح يكون في تناسق رح يكون في طيران بين القدم اليمنى والأخرى فقط لمسه في الأرض ثم تنتق الرجل مكان الأخرى بالتساوي لكن كثير مننا نشوف خصوصا في السباقات خصوصا في المدارس يكون الطالب ينطلق بأقصى سرعة خطوة طويلة خطوة قصيرة يكون في تردد في أداء الخطوات وهذا أداء خاطئ يعرضك دائما لخسارة المنافسات ممكن تتسابق مع المنافسين أقل إمكانية منك وتفوز بالسباق ولكن لا يعني هذا أنك أدأت السباق بشكل جيد إذا وصلت إلى مستوى احترافي رح تعرف الفرق بين اللي يمشي بشكل طبيعي واللي يعدو بشكل احترافي المرحلة الثالثة حركة الذراعين تكون حركة الذراعين مطابقة لحركة الرجلين من حيث التوقيت إلا أنها حركة عكسية الاتجاه لحركة الرجل يعني أن الذراع اليمنى تتحرك أمامها مع الرجل اليسرى والعكس اليسرى مع الرجل اليمنى تكون حركة الذراع بجانب الجسم للأمام في اتجاه العدو وضع الذراعين حالة انثناء في مفصلي المرفقين بالشكل هذا نحن عارفين أغلبنا أحيانا يمشوا يدينا تكون بالشكل هذا اليدين أساسا حتى تحفظ للتوازن لازم تكون بجانب الجسم يكون بالثاني بالشكل هذا مثلا ما احنا شايفين تكون دائما أنت الآن فكر أو قف على قدمينك وحاول أنك تجري قليلا بتلاحظ أنه في عندنا أغلبنا خطأ أنه القدم اليمنى تمشي مع اليد اليمنى وهذا غلط احنا ما نفكر يفترض لازم بدايتي تكون صحيحة إذا بدايت صحيحة خلاص جسمي رح يعمل حركة لا إراديا القدم اليسرى رح تكون معها اليد اليمنى للأمام ثم إذا تقدمت القدم اليمنى رح تكون معها اليد اليسرى للأمام لذلك هذه أحد الخطوات الصحيحة إذا ارتكزنا على القدمين بشكل صحيح مرحلة الطيران بتناسق الخطوتين اليمنى واليسرى بشكل صحيح المرحلة الأخيرة الذراعين تحفظ للتوازن تكون اليد اليمنى مع اليسرى واليد اليسرى مع القدم اليمنى بكذا إذا عرفنا البدء المنخفض وربطناه بالعدو الصحيح نعرف أنه رح نفوز إن شاء الله بالسباق إذا كتسبنا مهارة عالية أخيرا الجانب القانوني للعدو الصحيح جوانب قانونية كثيرة لكن نذكر أهم حاجة يجب على المتسابق الالتزام بحارته في بداية السباق خصوصا في سباق 800 متر يلتزم بحارته في أول 100 متر إذا خرج من الحارة يستبعد من السباق حتى لو فاز بالسباق أي متسابق يتسبب في دفع وعرقلة أحد المتسابقين عمدا يستبعد من السباق باختصار الالتزام بالحارة هو الخطين ما بين الخطين تقف فيها حتى تتجاوز المئة متر الأولى بعدها تستطيع الانضمام لبقية المتنافسين على اليسار حتى تستطيع تقريب المسافة لأن كل ما بعدت كل ما زادت المسافة لكن إذا طلعت من الخطين قبل المئة متر الأولى حتى لو فزت في السباق راح تسحب منك الميدالية وتعتبر خاسر لأنك خرجت من المئة متر الأولى خارج حارتك للقانون الآخر دفع أو تعمد دفع أو عرقلة أحد المتنافسين يبعدك من منافسة وأحيانا يعرضك لعقوبة أنهم يوقفونك في بطولات أخرى لأنك تعمت إيقاف أو عرقلة أحد المتنافسين وهذا سلوك غير رياضي وغير احترافي وغير محترم لذلك يفترض أننا نتمتع بروح رياضية عالية ونتمنى للمتنافسين دائما التوفيق مثل ما تمنى لأنفسنا في نهاية الحصة يا أبطال دائما نربط المهارات في بعضها إذا تعلمنا البدء المنخفض وتعلمنا العدو الصحيح هذا أمر غير كافي لأننا لازم نتعلم الجانب القانوني لها والجانب القانوني ذكرنا مننا جزء بسيط لازم نطلع على القانون بشكل كامل حتى نربط مهارتنا بالقانون حتى نصل لمستوى احترافي أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا استمتعتوا معنا في درسنا لهذا اليوم أستودعكم الله الذي لا تضيعوا دائعوا في أمان الله